طيب الله وقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم إلى حلقة اليوم من كوشكي الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين موقع يمني يموتون بمفردهم منازل تحكي قصص يمنيين أصيبوا بالفيروس ومن موقع يمن منتر الأسوأ لم ياتي بعد منظمة دولية تحذر من انهيار حاد للريال اليمني ومن أخبارنا المنوعة التفكير السلبي يؤدي إلى مرض لا علاج له تحت جنح الليل ووسط صمت مطبق تنقل الجثث واحدة تلو الأخرى لتدفن في عدة مقابر شمالي اليمن هذا ما قالته وكالة Associated Press ونقله عنها وترجمها موقع المصدر أونلاين وتابعت الوكالة الحوثيون يتكتمون على ما يجري حيث يمنعون التصوير أو حضور الناس ويطلبون من العاملين في المقابر ألا يتكلموا المصابيح الصغيرة هي عامل الإضاءة الوحيد بينما كان المعزون يشقون طريقهم نحو المقابر وصطى ظلام دامس لدفن جثث مريض بفيروس كورونا وفي المستشفيات يجري غسل الجثث بالمطاهرات وتكفينها في طبقات من البلاستيك والكتان الأبيض قبل وضعها في حفر بعمق مترين لا يسمح الحوثيون لأحد بدفن الموتى سوى حفنة من أقاربه الذين ارتدون الأقنعة والقفزات والمنابس الواقية البيضاء ولم تسمح السلطات بحضور أعداد كبيرة أو استحاب الهواتف في الوقت الذي تلقى فيه حفارو القبور وحراس المقابر تحذيرات من الحديث عن أسباب الوفاة ولم يتم إبلاغو العائلات بشأن حقيقة وفاة ذويهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا كما لا يتم نشر نتائج الاختبار على الإطلاق لكن صلوات الجنائز لا تنقطع يوبيا في الوقت الذي تغمر فيه وسائل التواصل الاجتماعي أو تغمر هذه الوسائل عبارات التعازي وصور الموتى ينقل الموقع بوست عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكك قوله إن الناس يموتون في اليمن التي تشهد حربا منذ ست سنوات الآن بمفردهم في منازلهم أو ملاجئهم جراء تفشي فيروس كورونا وأضاف لوكك أثناء اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماع التابع للأمم المتحدة بمشاركة عدد كبير من ممثلي الدول العظام عبر دائرة تلفزيونية أن اليمن وأفغانستان وباكستان وكولومبيا ونيجيريا والفلبين وأقرانيا تشهد ذروة انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة ستشهد وألفت إلى أن الناس في تلك البلدان سيعانون ليس فقط من الآثار المباشرة للفيروس لكن أيضا من التعطل المستمر للخادمات الصحية المنقذة للحياة وأردف لوكك في اليمن يموت الناس الآن بسبب الفيروس في منازلهم بينما نواجه نحن شكوكا عديدة فلا نعرف متى سنرى اللقاح للفيروس أو مدى فعالية تدابير الاحتواء التي نقوم بها يكتب فائز عبدو عن الحزن العام والحزن الخاص ويضيف المقال الذي تنشره أو نشره موقع المشاهد قال لصاحبه وهو يحاوره كيف لك أن تحزن لموت قريبك فيما البلد يفقد أبنائه شهداء بالمئات في الجبهات ذات يوم سمعت هذه العبارة من أحدهم وهو ينكر على صاحبه حزنه لموت أحد أقربائه بحجة أن البلد يفقد الكثير من أبنائه شهداء هم أولى بالحزن عليهم من شخص مات على فراشه أو في حادث سير أو خلاف ذلك منطق لا يخلو من المزايدة المفضوحة والاستعراض المكشوف والتعبير المجاف للمشاعر الإنسانية التي تتضمن مشاعر فردية واخرى جمعية وانفعالات خاصة ومثلها عامة ومن ذلك أن المرأة يحزن أو يفرح لمناسبات أو أحداث شخصية مثل ما يفعل تجاه وقائع وقضايا تخص المجتمع والوطن عموما لقد وضعت نفسي مكان ذلك الحزين الذي تلقى اللوم والتبكيت من صاحبه لمجرد أنه عبر عن حزنه لوفاة أحد أقاربه حديثا وأحسست بمدى الجرح الذي أصاب قلبه ومشاعره بفعل كلمات من صديق لم يقر له بحقه في مجرد الحزن على قريبه الذي قطفه الموت باكرا وهو في مكان بعيد لحد أن أي منهما لم يكن يقدر على الوصول إلى الآخر في ظل الوضع السياسي والأمني والعسكري الذي يسيطر على اليمن ويحكم راهن اليمنيين ويتحكم بحياتهم البائسة منذ أكثر من خمس سنوات عجاف قاسيات إن الحزن لاستشهاد يمنيين في مختلف الجبهات لا يغني عن الحزن لموت شخص من الأقرباء أو الأصدقاء فلكل حقه من الحزن لفقدانه أكان شهيدا أم قتيلا أم فقيدا فنحن في زمن الأوجاع المتلاحقة والأتراح المتواصلة زمن المصائب التي لا تاتي فرادا والجنائز التي تتقاطر إلى المقابر أفواجا والمآتم التي لا تنفض مجالسها حذرت منظمة دولية بحسب موقع يمن منتر من انهيار قيمة الريال اليمني إذ يمكن أن تصل قيمته أو قيمة الدولار الواحد إلى ألف ريال خلال الأشهر الستة القادمة وقال مشروع كابس الذي يتخذ من جنيف مقرا له ويعنى بتقديم التحليلات الإنسانية والاقتصادية إن الدعم المالي السعودي للإقتصاد اليمني الذي بلغ قيمته أكثر من ملياران ومائتين مليون دولار كان حاسما في مساعدة اليمن دل الهروب من الانهيار الاقتصادي لكن مع نهاية هذا الدعم المالي وعدم موجود تمويل بديل يمكن اليمن أن يفقد الريال نصف قيمته تقريبا على مدى الأشهر الستة القادمة ولفت التقرير إلى أن ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أسعار المواد الغدائية مرة أخرى مما يزيد من انعدام الأمن الغدائي ويدفع اليمنيين إلى اعتماد أكبر على المساعدات الإنسانية موقع المشاهد نيت تحدث على أن أزمة المشتقات النفطية عادت إلى صنعاء حيث شهدت مدينة صنعاء أزمة مشتقات النفطية خانقة ومصادر محلية قالت للمشاهد أنها شاهدت طوابير من السيارات مساء أمس أمام محطات الوقود في صنعاء بشكل مفاجئ وضافت المصادر أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها فجأة فيما ارتفعت أسعار البترول في غضون ساعتين من 12 ألف إلى 15 ألف ريال للدبة ساعة 20 لترا يقول الموقع أن القطاع الصحي هو القطاع الأكثر تضرورا جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا الصحفي والإعلامي محمد كريشان يكتب مقالا عن اليمن في صحيفة القدس العربي بعنوان مصائب اليمن الست ويقول فيه بالتأكيد لا يوجد حاليا شعب أتعس حظا وأسوأ حالا من اليمنيين فقد اجتمعت عليه كل المصائب في الوقت نفسه كل واحدة منها كارثة حقيقية في حد ذاتها فما بالك إذا نزلت على رأسهم مرة واحدة لقد ابتولي اليمنيون الذين هم أصلا في حالة اقتصادية واجتماعية ومالية رثة للغاية بخمس مصائب كبرى ولحقت بهم السادسة الأولى قيادة عاجزة كسولة وخانعة استمرأت البقاء في فنادق الرياض وقصورها فباتت مشلولة الحركة مصادرة الإرادة لم تستطع أن تكون مقنعة لشعبها المغلوب على أمره فكيف تكون مقنعة لغيره؟ الثانية حوثيون طائفيون أدخلوا البلاد في نفق مظلم بسبب جهلهم ورعونتهم حتى بات زعيمهم يتواهم أنه رقم مهم ولا غنى عنه في معادلة البلد بل والمنطقة ككل الثالثة قوى سياسية جنوبية متأمرة وتابعة همها الوحيد الانفصال وكأن هذه الدولة الجديدة التي يراد إحياؤها من جديد ستشكل نقلة نوعية في حياة الجنوبيين البائسة الذين تعرضوا لظلم وتهميش لا سبيل الإنكاره وكأن سنغفورة جديدة ستنشأ في تلك الربوع في حين أن هذه القوى والشخصيات ارتضت أن تكون مجرد مرتزقة ومخلب لدولة الإمارات الرابعة تحالف عسكري جاء مزهوا في البداية بوجهة الهدف الذي حدده لنفسه وهو إنقاذ الشرعية وإنهاء التمرد الحوثي فانتهى به الأمر مدجن للشرعية ونافخاً في قوة الحوثي الخامسة مجتمع دولي متواطئ لم يكن لا حازماً ولا واضحاً اكتفت الأمم المتحدة بميوعة مبعوثيها الدوليين إلى هنا وفشلهم المتلاحق في تحقيق أي إنجاز في مكتفة الدول الكبرى وأساساً للولايات المتحدة بالتنبيه لخطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن ولأن المصائب لا تأتي فرادة كما يقول المثل ها هو وباء كورونا يضرب هذا الشعب المغلوب على أمره بعد أن خسر أكثر من 200 ألف بسبب الحرب والمجاعة والكوليرا منذ 2015 في مبادرة طوعية أصدر مجموعة من محبي الطبيب الراحل الدكتور فضل الجبلي سشاري جراح العيون الأول في اليمن كتاباً جديداً للفقيد بعنوان الدكتور فضل الجبلي سيرة طبيب وذاكرة مثقف وعنون موقع المشهد اليمني في ذكرى رحيله الأولى كتاب جديد لجراح العيون الأول في اليمن الدكتور فضل الجبلي وأصدر الكتاب بمناسبة حلول ذكرى وفاته الأولى الخميس الموافق 11 من يونيو 2020 ويتناول الكتاب الجديد شتى جوانب الحياة التي عاشها الدكتور فضل الجبلي ابتداء من نشأته وحتى وفاته بالإضافة إلى ما قيل عنه بعد رحيله كونه أبرز جراحي العيون في اليمن وأشار صديقه الفقيد الدكتور الحسامي أن هذا الكتاب يعد وفاء لأستاذ الدكتور فضل الجبلي مؤكدا أن الكتاب سيمثل حياة متجددة لجراح العيون الأول في اليمن وتابع قائلا الأجساد تذهب للتراب والمعاني الجميلة في الحياة لا يليق بها غير سماوات النقاء في هذا الكتاب سيرة جديرة بالتأمل والاحتفاء والاقتداء في نهاية عام 2016 بدأت الحكومة الصينية في التعامل بشدة أكثر تجاه الإيغور ومنذ تلك اللحظة تشكلت شبكة من معسكرات الاعتقال والسجون وتفيد تقديرات منظمات حقوق الإنسان ونشطاء أن مليون شخص على الأقل معتقلون هنا وعنون موقع الدي دابليو يختارون التهم بأنفسهم الدي دابليو تكشف حصريا محاكمات وهمية للإيغور وتتحدث الحكومة الصينية عن مراكز تكوين مهني طوعية من شأنها محاربة الفكر المتطرف وفي الحقيقة يتم هناك إجبار الإيغور على التنصل من دينهم وتقافتهم وتعلم لغة الصينيين الماندرين قد تثبت ذلك أيضا من خلال وثائق حكومية داخلية تم تسريبها ولدارات تنتهج أسلوبا تعسفيا إذ يكفي وجود نسخة من القرآن على رف بالبيت للاختفاء طوال شهور أو سنوات وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الإقارب والأصدقاء تخمين سبب اختفاء قاربهم أو زملائهم في العمل وفي بعض الحالات مثل ما اكتشفت الدي دابليو بعد بحث دام شهورا كان على كل معتقل في تلك المعسكرات اختيار الجريمة التي سينسب إليه ارتكابها وتحكي امرأة من الإيغور أنهم قدموا لها قائمة من 75 جنحة مزعومة واجبروها على اختيار واحدة منها على الأقل أي أنها تحدد بنفسها لاحقا المخالفة التي لأجلها تم اعتقالها والجنح في القائمة وهذا ما أكده أيضا ثلاثة السجنة سابقون هي في الغالب أشياء يومية عادية مثل ارتداء الحجاب والصلاة أو الاتصال بأقارب في الخارج السفير اليمني في الأردن علي العمراني يعلق حول آخر قرار اتخذه ميليشي الحوثي واضاف في مقال تنشره بالقيس ليس مستغربا أن تقدم حفنة من بقايا أزمنة الكهنوت وحقبة العنصرية على فرض ما تسميها زكاة الخمس على اليمنيين في مناطق سيطرتها لقد كانت واضحة وهي ما زالت في الكهف فيما سمي بوثيقتها الثقافية التي تمنح الأحقية في السلطة لآل بيت الحوثي وسلالة الكهنوت واليوم هي أوضح ما تكون حين قررت سرقة اليمنيين بذات المسمى وتشريع ذلك النمط العنصري من التسلط فالواقع يقول أنها قد أخذت وصادرت كل شيء ولم يعد لدى الواقعين تحت سيطرتها غير الكد والتعب للإنفاق على الميليشيا وعناصرها ومشرفها وزعامتها هي لا تفعل شيئا جديدا فحتى الوباء الذي يحصد اليمنيين استثمرته لابتزاز الناس المرضى وصادرت مختلف المساعدات الطبية لمصلحتها ولمصلحة قياداتها المؤكد والواضح منذ نحو ستة أعوام أن هذه الميليشيا فعلت كل ما لم تفعله أعطى العصابات الجرامية التي توافقت ظروف سيئة لتمكنها من رقاب وجيوب اليمنيين وهي لأسباب تحظى بدعم أعداء البلاد فليس أفضل منها في نظرهم كمتعهد تمزيق وتدمير ونقطة التقاء لكل مشاريع العبث والخراب التي تتربص باليمن لكن المخيبة للأمال أيضا أن الدول المعنية بمواجهة هذه المخاطر تلاعبت بمسار الحرب وفعلت كل ما يخلق الأسباب لإطالة أمدها وتمكين هذه الميليشيات من رقاب اليمنيين في حين تنشغل أخرى بمشروع لتمزيق الممزق وصناعة دولات الميليشيات على حساب يمنيين وسلطتهم الشرعية التي لم تغير للأسف من أدائها طيلة هذه الفترة وظلت تدير الأمور بنفس الوتيرة من الرخوة واللا مسؤولية رغم التفاقم المأساوي للوضع على أكثر من صعيد تطرقت صحيفة تايمينز إلى إنتاج الحرس الثوري الإيراني نسخة مقلدة لحاملة طائرات أمريكية ونشرها عند مدخل الخليج بحسب ما تقول إنها صور التقطها أقمار صناعية وزعتها شركة ماكستير لتكنولوجيا الفضاء وقال كاتب المقال ريتشارد سبينسر مراسل الصحيفة للشؤون الشرق الأوسط قال إنه يمكن استخدام الحاملة في التدريبات العسكرية لتعزز الروح المعنوية في البلاد والتي يقول إنها تضررت بشدة من العقوبات والفقر وأسوأ تفشي في الشرق الأوسط لفيروس كورونا ورأس سبينسر أن قوى النظام والحرس الثوري في إيران يحاولون الحفاظ على الحماس ضد الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر الفترات القاتمة في التاريخ الحديث للجمهورية الإسلامية ونشرت حاملة الطائرات الجديدة في ميناء بندر عباس عند مضيق هرمز مدخل الخليج بحسب الكاتب وتم تصميم الحاملة الإيرانية لتشبه حاملة الطائرات الأمريكية من طراز نيميتز ولا تزيد عن ثلثي حجمها وتنفذ الحاملة الأمريكية دورية في منطقة الخليج يمكن أن يكون للقلق الشديد بشأن المستقبل أو التركيز على مشاكلك نتائج خطيرة على صحتك في المستقبل وفقا لدراسة جديدة من كلية لندن الجامعية وعنوان موقع روسيا اليوم التفكير السلبي يؤدي إلى مرض لا علاج له مع تقدم العمر وجدت الدراسة التي شملت مسح الدماغ ومراقبة السلوك إلى 360 شخصا رابطا بين التفكير السلبي وتدهور المعرف بالإضافة إلى زيادة كميات البروتينين المرتبطين بمرض الزهايمر قالت كاتبة الدراسة ناتالي مارشانيت الطبيب النفسية وكبيرة الباحثين في قسم الصحة العقلية في كلية لندن الجامعية بموقع إنساندر إن الفهم الأفضل لمخاطر الخوف أمر حيوي لتحسين التدخلات العلاجية ونتائج هذه الدراسة تقدم المزيد من الدعم لأهمية الصحة العقلية قال الموقع ارتباط التفكير المتواصل ببعض الموضوعات بتراكم البروتين في الدماغ وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أنماط تفكير سلبية أكثر تكرارا كانوا أكثر عرضة لتراكم البروتينات في أدمغتهم وهؤلاء الأشخاص أنفسهم لديهم أيضا معدلات أعلى للتدهور المعرفي المظاهرات والاحتجاجات مستمرة في الولايات المتحدة ومظاهر التأبين والجنائز لجورج فلويد ما تزال مستمرة أيضا مع مختلف ولايات أمريكا أو في مختلف ولايات أمريكا صحيفة القدس العربي نشرت جزءا من هذه المظاهر إلى أصور موسيقى 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 اشتركوا في القناة عدد من رسومات الكاركاتير التي تنشرها الصحف والمواقع وتابعوها في آخر جولة من حلقة اليوم وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء